تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام نقدم لكم نشرة لهم الأخبار الرياضية والبداية مع برازي العنوين قبل التوقف الدولي اليوم انطلاق الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من ممتاز الكرة بإقامة خمس مباريات درجال يلتقي رئيس الاتحاد الإسباني ويبحث معه العلاقات الرياضية بين البلدين والخطط الاستراتيجية لتطوير الكرة العراقية في أولى مبارياته منتخبنا الوطني للناشئين بكرة اليادي يخسر أمام إيران في بطولة الشوشتر الدولية وإلى التفاصيل أهلا بكم حيث تنطلق اليوم منافسات جولة التاسع عشر والأخيرة من المرحلة الأولى لدور الكرة الممتاز بإقامة خمس مواجهات أبرزها لقاء الزورة والنجف ومواجهة القوات الجوية وظيف الصناعة على ملعب الشعب الدولي نتابع مسلسل دورينا يصل اليوم إلى نهاية جزئه الأول حيث جولة الأخيرة للمرحلة الأولى فمساء السبت سيشهد خمس مباريات أول مواجهات جولة التاسعة عشرة ستجمع في افتتاحها نوروز صاحب المركز السابع عشر بضيفه ذو الترتيب الثامن نفط البصرة فيما سيحل أربيل الثاني عشر منافسا على الكرخ الذي يحتل المركز السادس عشر كما سيشهد ملعب النجف لقاء أهل الدار بمركزهم السابع بالقادم من بغداد الزورة ذو الترتيب الثالث أما ملعب الشعب الدولي سيحتضن مباراة حامل اللقب القوة الجوية الطامح لمغادرة المركز الخامس بفريق الصناعة الذي يحاول تعزيز مكانته بمنتصف الترتيب فيما ستجمع آخر مواجهات السبت لقاء رابع الترتيب نفط الوسط بمنافسه صاحب المركز الثالث عشر فريق القاسم خمس مواجهات قد تغير الكثير بجدول ترتيب دورنا قبل توقف المسابقة لهذا ستسعى الفرق لتحسين واقعها قبل الدخول في الجزء الثاني من المسابقة المحلية الأغلى العراقية الرياضية أرشد العطار هذا ويسعى فريق الزورة للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة فريق النجاف في المباراة التي يضيفها ملعب النجاف الأولنطي المباراة صعبة مباراة مهمة فريق النجاف فريق كبير إذا كان بلاعبي بدارته بجمهورة أكيد نتمنى إن شاء الله التوفيق يوم غد مباراة ستكون مثل ما هي في البداية صعبة ومهمة إن شاء الله اللاعبين ينطون كل موعتهم إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية من صالحنا إن شاء الله نعجى مهيرنا المرحلة المقبلة ستكون نتعجى أبضل وعدى أبضل إن شاء الله يا معين ويا معين وقوضوا الله كريم يا معين ويا معين وقوضوا الله كريم استدادتنا جيد المباراة النجاف آخر مباراة بالمرحلة الأولى نتمنى إن شاء الله توفيق الفريق نيف المباراة السابقة كمان الفريق دي أدي أداة جيد لكن النتائج كانت حقيقتين غير مرضية بالنسبة لنا نتمنى إن شاء الله أداء جيد ونتيجة طيبة إن شاء الله نحقها في مباراة النجاف فريق النجاف فريق جيد خصوصا على أرضه وبين جماهيره فريق كبير لكن إن شاء الله نثق بلاعبين أنه يكونون حسن الظن من جانبه أبحثوا فريق النجاف عن خطف نقاط المباراة من ضيفي الزوراء في قمة مباراة جولة التاسع عشرة منهم تازي الكرة غدا لدينا مباراة مهمة وكبيرة مع نادي الزوراء الرياضي هذه المباراة تكمن أهميتها بأنها تقام بين فريقين كبيرين في مصاف الدوري العراقي فريقنا جاهز لهذه المباراة مباراة الزوراء يعني أنا بالنسبة لي أحسن مباراة الزوراء فالمباراة مهمة بالدوري وإن شاء الله نقعد هذا الجمهور الغفير اليوم آزرنا بالتمارين إن شاء الله نقعدهم خير والحمد لله فريق نقص بس حرمان لاعبين هو تالا وسفيان وإن شاء الله الموجودين هم اللي يقدمون إن شاء الله الأحسن مباراة مهمة نحاول نشتيد بالمباراة جاين لثلاث نقاط نعوض مباراة الشرطة اللي فقدناهم إن شاء الله اللاعبين الكل قادرين إن شاء الله تحتقيق النقاط الثلاثة إن شاء الله بالمباراة يعني أكيد الكل يعرف مباراة الزوراء ومباراة النجف أكيد مباراة جماهيرية يعني تجمع فريقين كبار نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق أكيد لفريقنا الكل اللاعبين يمكن يعني عازمين إن شاء الله على نقدم مباراة تليق بسمعتنا وبسمعت هذا النادل الكبير والتوفيق من الله إن شاء الله أنهى فريق القوة الجوية تدريباته تحضيرا للقاء الصناعة والذي سيقام على ملعب الشعب الدولي ضمن جولة التاسع عشر من دور الكرة الممتاز حيث يسعى الصقور للعودة إلى سكة الانتصارات وتحسين موقعه في سلم الترتيب بعد النتائج السلبية التي حققها في الأونة الأخيرة حيث يقع الصقور في المركز الخامس برصيده 33 نقطة وفي الطرف المقابل أنهى فريق الكرة بنادي صناعة تدريباته على ملعبه في العاصمة بغداد تحضيرا لمواجهة فريق القوة الجوية في ختام المرحلة الأولى من دور الكرة الممتاز بدأت عقارب الساعة بعدها التنازلي ولم تتبقى إلا جولة واحدة وتنتهي المرحلة الأولى من الممتاز لهذا الموسم التي زامنت الكثير من الأحداث على صعيدي الإنجاز والإخفاق وكان للمثابر من الأندية العشرين كلمته في جدول الترتيب منهم من تصدر مشهدها ومنهم من تذيلها ومنهم من جسد القول خير الأمور أوسطها فترى فريق الصناعة العائد حديثا بين الكبار يتواجد في المراكز الدافئة ما يجعل جهازه الفني يسعى للتواصل في التقدم بعد انطلاق المرحلة الثانية نادر قوة الجوية كبير بإدارته بلاعبه بالكادر التدريبي عازمين عادين العدة إن شاء الله نظهر بمظهر اللاق يليقب نادر الصناعة خصوصا أنه هي هاي الموارات الأخيرة بالنهاية المرحلة نتمنى نتيجة إيجابية أداة جيد حتى نستعد للسعداد بشكل جيد لمرحلة ثانية إن شاء الله رغم الاختبار الصعب لللاعبين في آخر مواجهات المرحلة الأولى أمام الصقور لم يقلل من عزيمتهم ويسعون للظهور اللاقي في جميع المباريات وهدفهم حصدوا نقاط لضمان التقدم في سلم الترتيب مباراة مهمة جدا يعني بتخصم يعني من أفضل فرق اللي موجودة بالعراق ومثل ما قلت بطل الدور وبطل الكيس هاي المباراة يعني شون يقول ما بيها فريق فائز أو فريق خسر اللي أنت لاعب بتفريق بطل دور وبطل سوبر فريق القوة الجوية يمتلك لاعبين منتخب وكادر تدريبي على مستوى بالأضافة لدارة دعم الفريق والجمهور لكن هذا ما يمنع لحنا كفريق الصناعي لاعبين شباب لاعبين مدعومين من الدارة والكادر التدريبي عدينا العدة إن شاء الله راح ندخل المباراة بتم الاستعداد مدرب طموح ولاعبون مواظبون رسموا طريق النجاح بتضافر جهود ووحدة الصف ما جعلهم يفرضون سطوتهم بعد غياب طويل الأزرقان سيتواجهان في آخر مطاف الجزء الأول من الممتاز الذي يطمح فيه الصناع المضي نحو المراكز المتقدمة ويسعى فيه الصقور مصالحة جماهيرهم بعد سوء النتائج فمن سيفرض كلمته في الأخير حنون أمشنيشيل من بغداد أنور صباح العراقية الرياضية نبقى مع دورينا حيث يلتق اليوم فريق نوروز مع فريق نفط البصرة على أرضيات ملعب السليمانية ضمن جولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدور الكرة الممتاز حيث يسعى فريق نوروز لحظ العلامة الكاملة من اللقاء والخروج من مناطق الهبوط وفي الطرف الآخر يطمح فريق نفط البصرة للعودة من السليمانية محققا نتيجة إيجابية هذا ويحتل فريق نوروز المركز السابع عشر برصيد ستة عشرة نقطة فيما يقع نفط البصرة في الترتيب الثامن برصيد خمسة وعشرين نقطة إلى ذلك استعد فريق أربيل لمواجهته الأخيرة في المرحلة الأولى لممتاز الكرة أمام فريق الكرخ على ملعب الساحر أحمد راضي عرو عامر والتفاصيل أربع مباريات وأربعة انتصارات متتالية سجلت فيها تسعة أهداف لصالح فريق أربيل بقيادة جهاز فني جديد يترأسه نزار محروس صاحب الخلطة السحرية التي أعادت الفريق إلى وضعه الطبيعي لعب الفريق عدوا العدة لمواجهة مستضيفهم الكرخ في مباراة ستكون الأخيرة من المرحلة الأولى مباراة كرخ يكون أهم مباراة لنا حتى نختم الجولة الأولى بالفوس حتى الكادر التدريبية أيضا يكون عندهم وقت يشتغلون مع اللاعبين الجدد ويدربون في أربيل حسب ما يريد الكافل حتى الآن الأستاذ ما كانوا عندهم ذاك الوقت تشتغلون على اللاعبين لكن إن شاء الله مثل ما دلت نحقق فوس ويكون هذا الشكل إيجابي لفريق أربيل مباراة الكارخ مباراة مهمة جدا لأننا آخر لعبة بالمرحلة الضهاب وعندنا مباراة الكازام بيوم فإحنا مهتمين بهذا اللاعب المحترف البرازيلي ماثيو جولياني آخر الملتحقين بصفوف الفريق بعد المهاجم مروان حسينة الذي من غير المؤكد مشاركته في المباراة بسبب عدم الجاهزية البدنية إضافة إلى المحترف السوري المهاجم سعد أحمد يعني أحنا جاهزين للفوس على موضي الفريقنا يمشي بمشوار الصحيح فريقنا الحمد لله صار زين والأخص فوزنا أربعة المباراة متتالية وإن شاء الله صار خمسة المباراة متتالية نفوز إن شاء الله وجائزين من ناحية نفسية جائزين من ناحية المهارية والتكتيكية حتى الآن لا معنا أي غيابات فقط جايبين لاعبين بسهم ما يقدرون لعب عشرون نقطة في رصيد أربيل جعلت منه في المركز الثاني عشر هنا في معقل فرانسو حريري الحال على ما يرام القلعة حصنت أسوارها الجنود جاهزون لبغداد عازمون ولعبور الكرخي يتطلعون عروة عامر العراقية الرياضية أربيل وفي الطرف الآخر أنهى فريق الكرخ استعداداتي لمواجهة أربيل في اللقاء الذي سيقام على ملعب الساحر أحمد راضي ومن الجولة التاسع عشر من دور الكرة الممتاز ويطمح فريق الكناري لحظ العلامة الكاملة من المباراة والابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط سيما وأن المباراة تقام على ملعبه هذا ويحتل فريق الكرخ المركز السادس عشر برصيد ستة عشرة نقطة يواجه اليوم نفط الوسط فريق القاسم على ملعب النجف الدولي ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للمسابقة يسعى عن دليب الفرات لتحقيق ثلاث نقاط مهمة سيما وأن المباراة تقام على ملعبه وفي الطرف المقابل يطمح فريق القاسم إلى تحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط هذا ويحتل نفط الوسط المركز الرابع برصيد 34 نقطة فيما يقع فريق القاسم في الترتيب الثالث عشر برصيد 20 نقطة قدم نادي القاسم اللعب اللبناني مصطفى كساب لتمثيل الفريق في النصف الثاني من دور الكرة الممتاز ذي لعب اللعب اللبناني في مركز المدافع وسبق أن مثل أندية شباب الساحل والعهد اللبنانيين كما أعلن نادي تدعيم صفوفه بمجموعة من اللعبين المحليين كل من مصطفى فيصل ومحمد علي والحارس حسين جاسم والذي سبق لهم تمثيل سامراء في مرحلة الذهاب التقى رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال برئيس الاتحاد الإسباني لويس روباليس ويبحث الطرفان في اللقاء الذي أقيم في السعودية لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين والخطط الاستراتيجية لتطوير الكرة العراقية وقال رئيس الاتحاد عدنان درجال أن اللقاء كان بمنتهى الإيجابية واتسم بالطروحات المثمرة ومنها تم توجيه الدعوة إلى زيارة إسبانيا وتوقع مذكرة تفاهم تسهم في تطوير الكرة العراقية وأضاف أن رئيس الاتحاد الإسباني أبدأ استعدادي الكامل لتقديم الدعم الكامل للارتخاب جميع المفاصل التي تخص المنظومة الكروية ومنها منافسات الدوري وبطولات الفئات العمرية ووعد بزيارة العراق وتوقيع بروتوكولات تعاون ثنائية أعلن نادي جوتنبراغ السويدي تعاقد رسميا مع لاعب المنتخب الوطني أمير العماري لأمثله بالدور السويدي الممتاز وانتقل العماري لتأديه لناديه الجديد بعد هبوط فريق سابق هالمصد إلى مصافي الدرجة الأولى ومثل أمير العماري وساطع نجمه مع المنتخب الوطني بمباريات تصفية كأس العالم وله هدف دولي وسيتواجد العماري في مباراتي إيران ولبنان المقبلتين نهاية الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم بعد توجيه الدعوة الرسمية له للانضمام للمنتخب الوطني غادر وفد منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة الأسيوية والتي ستقام في الثامن عشر من الشهر الحالي إذ سيخوض أولى مبارياته اليوم الثلاثاء المقبل ضد المنتخب الإماراتي ومن الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني يقع في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات قطر والإمارات وعمان خسر منتخبنا الوطني للناشئين بكرة اليد أمام منتخب شباب إيران بإحدى وثلاثين هدفا مقابل أربعة عشر والتي جرت على قاعة جامعة أزادي في أولى مبارياته ببطولة ششتر الدولية والمقامة في إيران وسيلتقي منتخبنا اليوم مع المنتخب الأسبكي في ثاني لقاءاته هذا ويذكر أن البطولة يشارك فيها خمس منتخبات كل من إيران للشباب والناشئين وجورجيا وأوزباكستان للشباب حقق فريق مصافي الجنوب الفوز على فريق الكفل بخمسة أهداف مقابل أربعة ضمن الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم الشاطئية ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم الشاطئية التقنادي الكفل ومصافي الجنوب الشوط الأول والثاني من المباراة ظهر فيه الفريقان بمستوى جيد من حيث الهجمات إذ بدأ المصافي مبكرا بالتسجيل محققا للأهداف الثلاثة الأولى بعدها سجل الكفل هدفه ليقلص الفارق ثم عاد فريق مصافي الجنوب ليسجل الهدف الرابع ثم شننا نادي الكفل عدة هجمات مكنته من تسجيل الهدف الثاني والثالث والخروج بالشوطين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مصافي الجنوب مباراة جدا صعب وفريق المصافي فريق محترم جدا ندخل فيه بالنتيجة وفارق عادفين إن شاء الله بشوط الثالث نقدم أداء في لقب اسمنا إن شاء الله ونعوض إن شاء الله الشوط الأول يعني انتهى لمصلحة 2-0 وشوط الثاني صالح نتيجة 5-3 لنادي الكفل كذلك الشوط الثالث نحن راح يعني هو نهاية المباراة لازم نحافظ عن النتيجة ونعزز أكثر حتى نظفر بالثلاث النقاط إن شاء الله في الشوط الثالث من المباراة استمر الضغط من مصافي الجنوب ليسجل الهدف الخامس ومن هجم منظمة استطاع نادي الكفل من إحراز الهدف الرابع لتنتهي المباراة لصالح مصافي الجنوب بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة لصالح الكفل هذه ثانية مباراة خارج ملعبنا والمباراة ملعبنا وهذه الثانية خارج ملعبنا طبعا شكرا لنادي الكفل قدم مباراة منتازة عدد لعبين جيدين يعني قدرنا نتقدم الشوط الأول الشوط الثاني هميا عززنا تقدمنا ورجعوا بالمباراة وقدرنا الشوط الثالث يعني نحافظ عن نتيجة وهذا حال كرة القدم وإن شاء الله نقدم أفضل بعد كان تخطاء يعني بسيط الشوط الأول سبت لنا أربع هداف شوط ثاني قدرنا نرجع للمباراة والله وقف نظرتهم بس اعداد كان مو ذاك المستويه كان هم أفضل المباراة وإن شاء الله التوفيق للمباراة القادمة نادي مصافي الجنوب تفوق في هذه المباراة وحصد نقاطها ليستعد لمبارته القادمة وليضمن تصدره لمجموعته ويكون قريب من إحراز اللقبة من باب الله إيمان محمد العراقية الرياضية احتضنت محافظة كربلاء المقدسة بطولة أندية العراق بالكاراتية للفئات العمرية بمشاركة أكثر من 150 لعب حسين محمد بمشاركة 150 لعب مثلوا أكثر من 60 ناديا من محافظات الوسط والجنوب وقيمت في كربلاء بطولة أندية العراق للكاراتية للفئات العمرية لاختيار لعبي المنتخب الوطني للكاراتية الذي تنتظره استحقاقات أسيوية ودولية خلال المدة القادمة نظم اليوم الاتحاد العراق المركزي للكاراتية بطولة أندية محافظات جنوب بغداد لفئات الناشئين والشباب ودونوا 21 والمتقدمين حقيقة البطولة تهدف إلى اختيار اللاعبين الجيدين لكي يتنافسوا مع الفائزين من البطولة السابقة التي قيمت في كاركوك اليوم بطولة جنوب بغداد الأندية المجاركة 60 فمافق ولاعبين 150 لاعب وهمية هذه البطولة الملاعبين الفائزين مركز الأول والثاني سيصنعهم معسكر المنتخب الوطني ويختارون الأفضل هنا ككادر تحكيم اليوم نحاول نسعب إنجاح البطولة من خلال إعطاء النقاط الصحيحة 100% على الأغلب وإن شاء الله نكون موافقين المشاركون في البطولة أشادوا بمستوى تنظيم البطولة التي استعدوا لها بشكل جيد لأهميتها كونها أولى البطولات التي تقام هذا العام وفرصة لنفض المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في عالم اللعبة فاجأنا الانتحاد للعام الحالي بأنه بدأ برنامجا مبكرا في الشهر الواحد لذلك بالحقيقة إحنا مستعدين يعني من ستة أشهر للبطولات للعام 2021 هذا العراقي يريد يشكل منتخب استعدادة من بطولة العرب وبطولة آسيا إن شاء الله إحنا بدينا من العام نستعد وهاي السنة إن شاء الله مستعدين وراح اللاعبين اللي راح يصعدون بإذن الله تعالى راح يشكلون جزء من صفوف المنتخب الوطن العراقي بهذه الأيام الجاية كذا لاعب إذا يريد يصبح لعب منتخب نتجهز قبل بطولة أقل شيء قبل شهرين يعني نطلع تمرين الصبح وتمرين العصر ومرات بالليل نطلع يعني الصبح ساعتيين العصر ساعتيين بالليل همين شوية أكثر من 150 لاعبا احتضرتهم كربلاء سيتنافسون على مدى يومين لنيل فلصة الانضمام للمنتخب الوطني الذي تنتظره استحقاقات عربية ودولية لقرارات العراقية الرياضية سيانا محمد كربلاء المقدسة النشر مستمرة وفيها تتابعون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة